تقدم القرآن في سياق لا يليق بمقامه مما يحول التلاوة من عبادة إلى شكل من أشكال الترفيه ما يزيد الطين بلة هو أن القناة حققت نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قصير مما يعكس خطورة مثل هذه الظواهر وقدرتها على جذب الانتباه سواء بسبب الفضول أو بسبب محاولات الإبلاغ عنها هذه النسب المرتفعة تدل على أن القناة ليست مجرد مشكلة صغيرة بل هي تحدي حقيقي يجب مواجهته بحزم موقف المؤسسات الدينية تحذيرات واضحة وإدانات صارمة أصدرت المؤسسات الدينية في مختلف الدول الإسلامية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بيانات صارمة تدين فيها هذا النوع من المحتوى وتؤكد على حرمة ما تقوم به القناة دار الإفتاء المصرية وصفت هذه القناة بأنها تروز للفجور وتحرف النصوص الدينية عن مقاصدها مؤكدة أن تحويل القرآن إلى أغاني هو فعل محرم شرعا وكفر بالله البيانات الصادرة عن المؤسسات الدينية شددت على أن القرآن الكريم يجب أن يقرأ بتدبر وخشوع وأن أي محاولة لتقديمه في سياق موسيقي تعتبر تعديا على قدسيته هذا التحذير لم يكن مجرد رفض للمحتوى بل هو دعوة للمسلمين للحفاظ على القرآن من مثل هذه المحاولات الاستغلالية والابتعاد عن دعم هذه القنوات بأي شكل من الأشكال كيف يمكن الإبلاغ عن قناة أغاني قرآنية؟ التعامل مع القنوات المسيئة يجب أن يتم بحذر ومسؤولية نشر الروابط أو التفاعل مع هذه القنوات يؤدي إلى زيادة شهرتها حتى لو كان الهدف هو التحذير منها الطريقة الأخرى